انتهى العمل في الثالث من يوليو تموز في تشهيد مرافق مطار داشينغ ثاني مطار يخدم العاصمة الصينية بكين والذي صممت مبنى المسافرين فيه المعمارية العراقية البريطانية الراحلة زهاء حديد وهو الثاني أكبر مبنى مسافرين في العالم بعد مبنى مطار اسطنبول الذي افتتح في وقت سابق من العام الحالي ومن المقرر افتتاحه رسميا في الثلاثين سبتمبر أيلول 2019 عاشية احتفال الصين بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية